كلام كتير يتقال انه محمد علي بن رمضان ممكن يجي النادي الاهلي محمد علي بن رمضان تلاعب تنسي الدولي طبعا رائع جدا ممكن يجي نادي الزمالك كلام كتير يعني طيب وانه في كلام ان امير توفيق كمان تواصل معاق الاهلي فعلا تواصل مع وكلاء اللاعب من اجل معرفة موقفه من الموافقة على الانتقال للاهلي من عدمه وبين رمضان ابدأ موافقته بالفعل انه ينضم للنادي الاهلي حصل فعلا تواصل بين محمد علي بن رمضان وامير توفيق وتم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة وعقد مدته تلات مواسم للانضمام للنادي الاهلي تمام بالرمضان دولات بيلاع في فريق مجري وعقده بيمتد لحد الفين ستة وعشرين بياخد راتب سنوي 240 الف يورو سنويا وادارة النادي المجري عايزة تبيع اللاعب بناء على طلب من مدرب الفريق الحالي فالاهلي استغل هذه الفرصة ومحمد علي بن رمضان كان هدف لنادي الاهلي منذ موسمين او تلاتة كمان وهو لاعب من المواهب الكبيرة في تونس وكان بيلعب فيه التراجي التونسي زي ما حالكم عارفين وغالبا محمد علي بن رمضان هيكون لاعب في النادي الاهلي في الموسم الجديد